المصالح الأمنية لولاية اسكيكدا حصت توفد ما يزيد عن 2 مليون مصطاف على الشواطئ التي تقع داخل إقليمها واتسجلت ضغطا كبيرا في حركة المرور لكن من دون المساس بأمن وسلامة الوفدين على الولاية بفضل برنامج المخطط الأزرق يعني لم نسجل أي شيء يذكر خلال هذا الموسم يعني موسم على مستوى أمن ولاية اسكيكدا وكل الشواطئ التي تخص الأمن الوطني نعتبره موسما ناجحا وبامتياز فيما يخص عدد الوافدين أو المصطافين الذين توفدوا على مدينة اسكيكدا حسب التقديرات الأولية يتفاوت عددهم إلى 2 مليون نسب انتشار مكتف لوحدة الأمن بالطرقات وعلى مستوى الشواطئ وتطبيق حرفي للتعليمات حالة دون تسجيل اعتداءات أو تحرشات بالمصطافين حالة أمن ولاية اسكيكدا تشكيل أمني متكامل طبعا يهدف إلى أو يخص مراقبة وحماية الشواطئ المتواجدة بإقليم اختصاص الشرطة بالأجل ضمان كل الظروف الأمنية الملائمة لراحة الموظفين المواطنين وتقديم لهم السهلات الفعالة والضرورية من أجل إنجاح الموسم وتوفير كل المتطلبات الأمنية مصطافون يتفقون على وصف الموسم الصيفي لهذا العام بالناجح لعدة اعتبارات الحالة رأي مضيفة الأمن رأينا رأي متواجدين معانا سواقفين علينا لا قريسيون ما كانش درير رأينا اللعبوا قدامكم رأينا على فامي العيلات هذا حكمتنا بياها الحمد لله وعناصر الشرطة الحق ورب يشغل يعني في القمة مشكل ما كان وقفين معانا لصيكيريتي عاونوا فينا في كل حوال الله يبارك صيفا الحمد لله كما يقول من مواطنين يجيون غلي فامي كامل احتي رام كاين كلش كاين كلش مليه على الرغم من غيابها يكل الاستقبال وضع في الحاضرة الفندقية لأن شواطئ أسكيكدا سجلت اقبالا كبيرا صيفا هذا العام لأنها ما زالت تحتفظ بكونها شواطئ عائلية بامتياز اشتركوا في القناة